كانت طائرته تحلق على مقربة من قصر غريب وفجأة حدث عطل بالمحركات بينما أجرى الطيار عملية تتبع سريع لمؤشرات الأمان فيها إن المؤشر الرئيسي في مقصرة القيادة يقترب رويدا من الصفر هنا أدرك الطيار أنه لابد أن يتخذ قراره بالهبوط الإضطراري في أي مساحة مستوية وفي ثوان معدودات نفذ قراره سريعا إنه أنتوان دوسانت إكزوبيري الطيار الفرنسي الذي واجه أغرب قصر في العالم بعد عملية هبوط إضطراري بطائرته في منطقة كونكورديا بأمريكا الجنوبية كان الأمل الوحيد لذلك الطيار أن يبحث عن أسباب الحياة في منطقة لا يعلم لها معالم ولا يعرفه فيها أحد هذا إن ظهر فيها إنسان أصلا كانت الأنباء في فرنسا تتحدث عن أن ذلك الطيار اختفى بطائرته ولا يعود لبلاده إلى الأبد لأن فحص شاشات الرادار أثبت أن نتائج تتبع موقع الطائرة سفرة لكن أنتوان دوسانت كان قلبه لا زال ينبض بالحياة وهناك على مسافة من موقع هبوط الطائرة رمقت عين الطيار قصرا غريبا أشبه في تصميمه بقلعة أثرية مهجورة اقترب الطيار الفرنسي رويدا رويدا من القصر وهو يظنه أطلال بناية أثرية قديمة وقرر أن يتفقد القصر بنفسه وبمجرد اقتراب الطيار من حديقة القصر السحري ظهرت له سيدتان من الجن هكذا وصفهما أنتوان دوسانت اقترب الطيار أكثر من هاتين السيدتين وهو على يقين بأنهما جنيتان وزاد ذلك الظن بداخله باستمرار بقائهما في حالة صمت مريب فما حكاية ذلك القصر المهجور ومن هو مالكه الأول إنه قصر سان كارلوس والمنسوب إلى أحد أثرياء العالم والأكثر شهرة في زمانه بنهاية القرن التاسع عشر وللقصر إطلالة بالنهار تظهره مع شروق الشمس قصرا بينما تحل ساعات الليل فيتحول إلى ساحة للخوف فلا يصدق من يراه أن بشرا يمكنه الدخول إليه وأصبح من المعالم الغريبة المخيفة في مدينة كونكورديا تبين للطيار أن أسرة تعيش في هذا القصر وحينما خرج أفرادها يستقبلون الطيار الفرنسي تهللت أساريره لكنه ظل ينظر نظرة ريبة إلى السيدتين التي ظن أنهما من الجن خاصة مع طول صمتهم ذلك الصمت الذي لم يتوقف سوى ساعة تناول العشاء حينما ظهر صوت غريب من أسفل الطاولة التي كانت الأسرة تتناول عليها العشاء كان صوت فحيح الأفاعي يصدر من أسفل أرض القصر وهنا أنهيت السيدتان صمتهم بشكل مفاجئ وحينما سألت إحداهما الأخرى عن مصدر الصوت فوجئ الطيار بأنها ترد عليها بأن الصوت مصدره من عش الأفعى الذي صممته لها أسفل الطاولة على الأرض وكان ذلك هو عمل السيدتين في ترويد الثعالب والحيوانات الغريبة لم يسكت الطيار بعد مغادرة القصر عما رأاه وهنا استقى الطيار قصة تمت ترجمتها إلى العالم في 300 لغة وهي قصة الأمير الصغير أما القصر فأصبح أهم مزار في الأرجنتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر